تلك إذن هي صورة الصهيونية بقبحها وآلامها وخطتها الماكرة أفيليق بنا كأمة مسلمة أن ننتظر حتى انبلاج الصبح بآلام محدقة كيف يتسنى لأمة الإسلام أن تواجه تلك الوسائل الصهيونية لقد أفصحت الصهيونية عن أهدافها ومناهجها ووسائلها بكل وضوح فلا يليق بنا كمسلمين أن نقف موقف المتفرج حتى تتحقق فينا أهدافهم ونكون تحت رحمتهم أذي الله بل يجب علينا العمل بجد ونشاط وبهمة لا تعرف الكلل ولا تعرف الملل وذلك بمحاولة إبطال نواياهم الشريرة وإفشال مخططاتهم الخبيثة وذلك عبر الوسائل المقترحة التالية أولا ببث العقيدة الصحيحة في ربوع أبناء الأمة المسلمة تلك التي أصبحت غريبة عليهم وهم غرباء عنها ثانيا يكون بإقامة جبهة إعلامية إسلامية كبرى تتولى الرد والدفاع عن عقيدة الإسلام كذلك العمل على إنشاء بنوك إسلامية تحكم بشريعة الإسلام حتى تكون من باب قرع القوة بالقوة وكذلك لابد من إنشاء هيئة عالمية إسلامية تضم الزعماء المسلمين في كل أنحاء العالم ليتحد الصف وتقوى الأمة أمام تلك العداءات كذلك لابد من إنشاء قوة عسكرية وجيش إسلامي ضخم يحمي حما بلاد الأمة المسلمة ويرعى مصالحها ترجمة نانسي قنع